لا يختلف اثنان على ان الفلاح هو اكثر فئات المجتمع انتاجا ورغم الظروف القاسية التي يعيشها فما زال يعمل ويحقق اعلى انتاجية وباقل الامكانية المتاحة من وسائل تكنولوجيا الزراع الحديثة الفلاح المصري كان وما زال يقدر ظروف بلاده ويرضى بالقليل ويتحمل ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج وانخفاض اسعار المحاصيل ومنذ برديات الفلاح الفصيح التي اكدت ان الظلم يلاحقه منذ عام 228 قبل الميلاد وقدر الحكومة الحالية انها ورطت تركة كلها مشاكل ومنها عدم وجود سياسة زراعية واضحة للبلاد كما ورطت ايضا فلاحا يتيما يعاني من الفقر والجهل والمرض ومطلوب منها ان تتصدى لهذه المشاكل وتضع حلولا لها وفي هذا الصياق بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية ومدريات الزراعة مرحلتها الثالثة لاستكمال منظومة كارت الفلاح الحيازة الالكترونية من خلال لجانها المكثفة للتواصل مع كافة المزارعين في كافة القرى والنجوع والوحدات والجمعيات الزراعية لسرعة استفاء البيانات الخاصة بهم في الجمعيات الزراعية القريبة منهم بما سيساهم في ضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفني للفلاح الذي يتحق الدعم وكشف تقرير وزارة الزراعة أن منظومة كارت الفلاح تساهم في وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين بالاعتماد على قاعدة بيانات دقيقة تساهم من مهمة متخذ القرار ومن المستهدف وصول المنظومة إلى خمسة مليون ونصف المليون كارت عبارة عن عدد الحائزين الذين جرى حصرهم من خلال المنظومة وتواصل لجان الحصر عملها من خلال التواصل مع المزارعين لسرعة تسجيل بياناتهم في المنظومة الجديدة والتي يجرى حاليا النظر في تقديم خدمات أوسع وأشمل لهم من خلال الكارت الذكي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة وذلك دعما للفلاح الذي يعده العمود الفقري للإنتاج والاقتصاد القومي في مصر ولكن هل يقضي كارت الفلاح على المشكلات والعقبات التي تواجه المزارعين في تسويق المحاصيل والتي كان آخرها أزمة تسويق القطن فعلى الرغم من عودة الذهب الأبيض لعرشه مرة أخرى وزيادة المساحات المنزرعة ووضع أسعار استرشادية لتسويق محصول القطن الموسم الحالي من قبل مجلس الوزراء يواجه المحصول أزمة تسويقية حاليا بالوجه البحرية بإنتاجية تقدر بـ 2 مليون قنطار قطن وذلك بسبب رفض الشركات والجماعيات الزراعية التعاقد على شراء المحصول من المزارعين لزيادة سعر الفائدة والتكلفة ولجوء الشركات إلى استيراد الأقطار الأجنبية منخفضة السعر وعلى صعيد آخر تكثف وزارة الزراعة جهودها لمواجهة مافيا إنتاج شتلات الخضروات والفاكهة عبر شن حملات على الثوب والمشاتل للتأكد من مطابقتها للمواصفات وحصولها على الترخيص المعتمدة من قبل وزارة الزراعة تحدي كبير يواجه ملف الزراعة في مصر فهل تنجح محاولات وجهود الحكومة في القضاء على تلك التحديات؟ نشو عبد العاطي مساء دريم